هنا جنوب بلدية بريزينا التي تبعد بثمانين كيلومترا عن مدينة البيض يتربع هذا المحيط على مساحة تفوق التسعمائة هكتار مسقية انطلاقا من سد بريزينا وفي هذه التجربة الرائدة نجحت وحدة الانتاج الفلاحي بختاش بوزيان المتخصصة في الزراعات الاستراتيجية في تجربة مادة الذرة على مساحات واسعة باعتماد أحدث التقنيات وبإشراف كفاءة في الميدان في إطارة السيد برنامج رئيس الجمهوري بخصوص انتاج ذرة لموسم الزراعي 2014 قامت شركة زراعات استراتيجية بهذه المهمة كأول تجربة لإنجاح هذا المشروع تم تكليف الوحدة الفلاحية الانتاجية لبيت الحويات لكي يتم استغلال 945 هكتار بمحيط بريزينا للسقي زراعة 150 هكتار من الذرة على مستوى محيط بريزينا قمنا بزراعة نوعين من الحبوب نوع 100 هكتار سيبتر بورا و50 هكتار من نوع الهادي وكانت عملية استغلال التقدير وقمنا باستغلال الماء من سد بريزينا بريزينا بمردود عالي يتوقع إنتاج أزيد من 10 ألاف قنطار من هذه المادة الاستراتيجية بهذا الحق مع بداية موسم الحصاد شهر ديسمبر القادم تم زراعة 150 هكتار في شهر جويه 2014 ولأول مرة يتم الاعتماد الكلي على طريقة الري بالري بالتقدير سوف يتوجه هذا المحصول كمادة أولية بشناعة الغذاء الحيوانات ومن المساهمة الاكتفاء الذاتي للمادة الأولية ووقف نهائي الاستيراذها في السنوات المقبلة توقعات تعنا هي إن شاء الله لنحقوا حتى المية قنطار فهم فوق إن شاء الله عبر ربي تعميم التجربة وتوسيع إنتاج هذه المادة الاستراتيجية يحمل أبعادا اقتصادية تساهم في تقليص فاتورة الاستيراذ وتوفير أغذية الأنعام